من الوصفات القليلة اللي طلعت الترند على مرتين بفترات متباعدة يعني على السوشال ميديا اللي هي سان سيباستيان تشيز كيك او اللي تشيز كيك المحروقة بالضبط هيك رح نحرق للتشيز كيك تكنيك مختلف تفاصيل مختلفة عن اي تشيز كيك مخبوزة جربتوها ان شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي كل التفاصيل وهاي اللقطة الرسمية للتشيز كيك هاي اللي هي التست تبع انه القوام كريمي او لا بالضبط هيك بتتقدم مايلة مع سوس شوكالاتة ولازم هيك بالمعلقة لحال هالمعلقة رح تسحب القوام يكون كتير هيك ناعم وطري فإذا حبيتوا تعرفوا أكتر عن سان سيباستيان تشيز كيك كل التفاصيل اللي ممكن تخليها ناجحة معكم من أول مرة وكمان تخليها معكم أوفر على جيبي يعني مش كتير تكلفكم تابعوا معاي بهذا الفيديو للآخر قبل ما نبلش فيها خلينا نجهز الآلب فبحاجة أول إشي لورقتين زبدة ورقتين عشان نقدر نغطي كل جوانب الآلب الآلب اللي عندي إياها آلب لتشيز كيك متحرك القاعدة يفضل يكون متحرك القاعدة بهذا الشكل قطره رح أفرجيكم إياه 20 سانتي يعني لما نمسك مصدرة أو متر وكذا بيكون 20 سانتي عشان تطلع معانا بارتفاع خلينا نحكي متوسط أما إذا بدناها عالية كتير بنختار 18 سانتي فالقطر الآلب باعتمد عليه يعني الارتفاع بعدين شو رح أعمل رح أكرمش أو أجعلك الورق الزبدة بهذا الشكل لأنه هذا هو الشكل التقليدي لتقديم السانسي باس يعني بس عادي بنقدر نبطنه يعني الجوانب تكون مرتبة والآع مرتب إنه مش هيك عشوائي زي ما إنتو حبين بس حبيت أعملكم إياها بالشكل التقليدي رح أجيب الآلب رح أبخه هيك زيت أو زبدة أو مندهنه بالفرشاية عادي وبعدين رح أحط ورق الزبدة بهذا الشكل بطريقة عشوائية هذا الإشي رح يأثر على شكلها بالآخر عرفتوا؟ فبحطهم عكس بعض عشان أغطي الآلب من كل الشقات وبحاول إني أتني لطراف للجوانب عبل ما أصب بالخليط يعني بهذا الشكل تنيتهم لبره هلأ بتركه على جنب الخطوة اللي بعد هيكة بدي أجهز هلأ المكونات يعني بدأ أجهز الخليط فعندي هون كريمة خفق سائلة بحرارة الغرفة رح أحطها وأحط عليها طحين هلأ بالعادة بنحط طحين أو نشا على التشيز كيك إيش دوره يعني بالموضوع وليه كميته قليلة هو بساعد بالقوام النهائي يعني بعطينا قوام يعني عندي التقطيع وهيكا فهذا هو دور للطحين بعد ما أنخل الطحين على الكريمة بحاول إني أخلطهم بالويسك أو بالشوكي عبل ما أحس إنه تلتر باعداب هلأ ما رح يدوب كلياته لأنه الكريمة يعني تقيلة مش زي إنه إشي سائل عم بندوب فيه للطحين عرفته فما تقلقوا إذا بي تكتلات هذا طبيعي إحنا رح نصفي الخليط بالآخر بس أهم إشي أتأكد بهاي المرحلة لأنه قدر الإمكان عم بيدوب فرح يأخذ منكم وقت يعني ثلاث دقائق تحريك عبل ما نوصل ل يعني قوام كويس هلأ طالما عم نعمل تشيز كيك فلازم عنا تشيز أو جبنة فرح نستخدم جبنة كريمية في منبوك فيلادلفيا كيري مربعات برضو بيصير بس الإشي اللي بدألكم إياه إنه بتقدروا تستخدموا لبنة تركية الفكرة إنه اللبنة التركية ما بدكون حامضة كتير يعني مش زي اللبنة العادية اللي بنوكلها فمناسبة كبديل للجبنة الكريمية وأرخص يعني إذا بدكم توفروا بالمكونات لأنه بدها كمية جبنة تقريبا بدنا نص كيلو للوصفة فعشان توفروا ممكن تستخدموا لبنة تركية أنا هنا صراحة رح أدمج لأنه عندي علبة منهاي وعلبتين منهاي فرح عمل مكس فحطيتهم بهذا الشكل سوا يعني إصطلاحا رح نحكي إحنا جبنة كريمية فرح أحط الجبنة الكريمية بالوعاء ولازم تكون بحرارة الغرفة عم بفرجيكم القوام لازم يكون لين يعني مطلعينها قبل بوقت عشان تكون كريمية وما تعمل عندي كتل على الخليط يكتل يعني يصير فيه حبيبات هيك نتوقات مزعجة عشان كمان أتأكد إنه القوام ناعم وسلس مع بعض بجيب الهاند ميكسر أو خفاء الكيك وبضربها 30 ثانية هيك بس عشان أحس إنه شوية تفككت الحبيبات تبعتها وصارت معاي كريمية تمام بتأكد من الإطراف والخليط وكل إشي تمام إنه طلعوا كيف معاي الجبنة يعني القوام تبعها صار أليا هيك بالنسبة لإليه ممتاز هلأ رح أضيف السكر الأبيض أول ما نضيف السكر رح يصير يعني ونخفؤ رح يصير القوام سائل معانا أكتر يعني رح تبطل الجبنة ماسكة وهذه واحدة من خصائص السكر فرح أدوب السكر فيها فرح يعطيني قوام خلينا نحكي سائل أكتر ضروري كتير وإحنا بنخفؤ إنه ننزل للطراف وبهاي المرحلة فقط رح نستخدم الهاند ميكسر اللي هو الخفاء هذا بعد هيك خلص يعني مش رح نستخدمه خصوصي مع المكونات الثانية رح أقولكم إيش هي والسبب تمام فهيك صار عندي الأمور تمام خفأت دقيقتين تقريبا على سرعة عالية عبل ما وصلت لهذا القوام هلأ بعد هيك رح أضيف فانيلا يفضل تكون نوع الفانيلا كويس لإنه الطعام معتمد عليها هلأ إحنا رح نضيف كمان طعام بس جدا مهم الفانيلا لإنه عنا بيض كمان فحطيت الفانيلا ورح أحرك هلأ بتقدروا هون برضو بالهاند ميكسر بس خلص أنا رح أحول عسباتيولا وويسك عشان أحكي لكم إنه أهم شي كان السكر اللي يدوب معانا مع الجبنة هلأ بالنسبة للبيض عندي بيض بحرارة الغرفة رح أضيف بيضة بيضة على النظري يعني هيك ورح أخفؤ باستخدام الويسك أو المضرب الشبكي الفكرة إنه ليش مش بالهاند ميكسر عملنا علشان ما بدي أدخل هوا هادي مش كيك هاي تشيز كيك فما بدي هوا اللي تنفخ الكيكة وتهبط كتير يعني التشيز كيك تنفخ كتير وتهبط كتير وفي نفس الوقت هذا الإشي بيقدي لتشققات كتير هلأ أوكي عادي سانسي باستين تتشقق بس ما بدي هبوط عالي فعشان هيك ما بدخل هوا أصلا خصوصا مع البيض والكريمة لأنه مجرد ما خفقناهم بالهاند ميكسر رح يبلش يرتفع عندي الخليط وزيك إنه عم نعمل كيك يعني الكريمة رح تنفش والبيض رح ينفش فأنا ما بدي هيك نهائي فما تستسهلوا صراحة بالهاند ميكسر لأ اعملوا يدويا أفضل هلأ هون حطيت رشة ملح ورح أحركها بس مع الخليط وبعد هيك رح أجيب الكريمة اللي حضرناها قبل مع الطحين ورح أحطها ما تقلقوا من تكتلات زي ما قلنا لأنه الطحين يعني دوبانه بالكريمة مش كل هالأدة بس هذا أفضل ما يمكن وبعد هيك رح نصفي الخليط أصلا يعني كلياته هذا رح يروح تمام فهيك بالنسبة لإلي ممتاز صار الخليط جاهز ضايل بس إضافة واحدة صغيرة وهي اختيارية بس أنا بفضل إني أعملها هيك بالنسبة لإلي تمام شو رح أعمل رح أجيب مصفاية وأصفي هذا الخليط عشان أخلي عندي ناعم هيكة وكريمي وسلس بدون أي نتوآت لأنه هاي النتوآت جدا مزعجة تمام فبهذا الشكل أنا صفيت الخليط وبحاول إني أنزل يعني أي سوائل ولهاي زوائد كلياتها بشيلها هلأ شو الإشي اللي رح أضيفه شايفين لطحين هاي التكتلات كلياتها خلاص بقيمها وهيك بالنسبة لإلي تمام يعني إذا ضلتها هاي بتكون كتير مزعجة هلأ رح أضيف برش لمون برش لمون إذا ضفناه بالأول لما نصفي رح يروح يعني رح يصير بالمصفاية كلياتهم تجمع فبحب أضيفه بالآخر نأخذ الجزء الأصفر وبنترك الأبيض يعني ما منجور كتير وإحنا عم نأخذ البشر عشان ما يطلع عندي مرار بتقدروا إنكم تستغنوا عن اللمون بشر اللمون يعني بس بعطي طعم وريحة كتير حلوين وخصوصي إنه عندنا بيض يعني بتقدروا تكتفوا بس بالفنيلا هذا إشي شخصي أو بتقدروا تضيفوا بردقان يعني بشر بردقان برضو بيصير هلأ هيك القوام لازم يكون معانا سائل زي ما شايفين هيك بالضبط اللي بدناي رح أجيب الآلب اللي جهزناه مع بعض وأصب في الخليط بديكم تعرفوا معلومة إنه هي الكيكة رح ترتفع أو لتشيز كيك يا ربي رح ترتفع بس الارتفاع تبعها رح يكون يعني وهمي رح تهبط مرة تانية وتوصل لنفس الارتفاع هذا اللي حطينا في الخليط هذا فإنتوا شوفوا قدي الارتفاع هلأ اللي بدكم إياه هيك بالنسبة لإلنا الارتفاع اللي رح يطلع في الآخر فأنا بالنسبة لإليه هيك ممتاز اخترت 20 سانتي بدكم إياها أعلى شوية اختاروا أقل بـ 2 سانتي بس الآلب حطيت الآلب على الصينية عشان أسهل بالنقل وهيك ورح أدخلها الفرن بدون حمام مائي ولا أي شي على أعلى درجة حرارة يعني تقريبا من 200 لـ 220 علشان هي تشيز كيك محروقة يعني عكس كل الأنواع للتشيز كيك اللي من راعي كتير الخبز تبعها وكذا هلأ شو رح أعمل بس طرقت الآلب كم طرقة عشان أي فقاعة هوا زايدة تطلع ورفعت ورق الزبدة لفوق عشان يساعد في ارتفاعها وقصيت شوي قدر الإمكان هيك من الأطراف عشان ما تنحرق ورق الزبدة يطب بأشي بالفرن أو ينحرق بعد مرور 35 دقيقة بتطلع عنا بهذا الشكل لازم تكون بتهز زي هيك يعني هذا هو بالضبط اللي بدنا يعم بين إنها مش مستوية وإنها مش زابطة هيك بالنسبة لإنها صح إذا خبزناها أكتر رح تصير مش كريمية رح تجمد كتير لازم الأطراف لما نلمسها تكون ماسكة وبالنص دائرة كبيرة هيك تكون عم بترج زي ما شفتوها رح نتركها ساعة على سعتين تبرد بحرارة الغرفة وبعد هيك بنحطها بالتلاجة يعني خلص بنفكها من الآلة بنحطها بالتلاجة تبرد كتير كويس عشان هي أزكة وهي باردة بس أنا مستعجلة فحبيت أفتحها معاكم هلأ بعد ما بردت بحرارة الغرفة شايفين كيف نزلت عندي كيف الشكل محروق طبعا أنا حمرت وجهها شوية يعني دقيقة هيك على الشواية عشان تأخذ هذا اللون الحلو زي ما قلت لكم كل ما بردت بيكون طعمها أطيب وفي فرق بالقوام بين وهي باردة وهي بحرارة الغرفة بحرارة الغرفة بتكون قريبة للكسترد أكتر كقوام لما تدخل التلاجة بتصير أجمد أكتر فهمتوا عليها بتصير هيك كريمية أكتر يعني في فرق بين الحالتين بس زي ما أنتوا حابين تأدموها أدموها هلا هي السان سيباستيان لها شكل تقليدي أنه بتنحط بشكل مايل زي هيك بنفس الطريقة هادي وبعدين بنحط عليها سوس شوكولاتة تقدروا تعملوا قناش رح أكتب لكم العيار بسندوق الوصف بس أنا استخدمت هون سوس شوكولاتة جاهز عادي وبدي أفرجيكم اللقطة اللي هي استنيناها اللي هي هاي إنه القوام كريمي بيكونوا طري هيك سلس بس المعلقة لحالها عم تسحب القلب تبعها للشيز كيك وهيك بيكون خلصنا سان سيباستيان تشيز كيك تشيز كيك محروقة تكنيكها مختلف عن أي تشيز كيك تاني بدون حمام مائي بدون حرارة يعني معتدلة حرارة جدا عالية بدون ما نستنى عليها تبرد بالفرن عشان ما تهبطوا يعني كل أشياء اللي بالتشيز كيك المخبوزة مش موجودة حتى طبقة البسكوت مش موجودة ترند على السوشال ميديا حبيت أعملها معاكم بس بكل أمانة وسدة أنا بالنسبة لي مش كتير بتستاهل الترند يعني ما بعرف يعني هذا زوق شخصي أكيد في ناس كتير بتحبها ولولا هيك ما طلعت الترند بس بالنسبة لي مش أكتر إشي بفضله يعني بهذا الستايل عموما الوصفة صارت معاكم بكل التركس والتبس بتمنى إنكم أنتوا تجربوها وتحكولي رأيكم بالكومنتس بشوفكم على خير إن شاء الله بوصفات جاي وفيديوهات جاي يعطيكم ألف عافية